التطبيق الرابع وقفة عند كتاب بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة الحديث عن هذا الكتاب حديث طويل لكنني سأوجج لكم المطلب بحار الأنوار جامع مهم وكبير في الوقت نفسه من جوامع حديث العترة الطاهرة في البداية لا بد أن أشير إلى نقطتين مهمتين النقطة الأولى لا غبار على عظمة الجهد الذي بذله المجلس على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي لقد بذل المجلس مجهودا عظيما وعظيما جدا هذا المجهود قام به هو شخصيا والذين عاونوه والذين ساعدوه فهذه النقطة لا بد من ذكرها حتى لا يتصور من أنني حين أن تقد بحار الأنوار لست مقررا ومعترفا بعظمة المجهود الذي بذله المجلس مجهود عظيم وعظيم وهائل جدا بذله المجلس في كتابه بحار الأنوار على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لا بد أن أشير إلى عظمة المنفعة والفائدة التي حصلنا عليها في جيلنا هذا أو في الأجيال السابقة أو حتى في الأجيال القادمة المنفعة العظيمة التي حصلنا عليها من هذا الكتاب العظيم فهذان الأمران بالنسبة لي أمران مفروغ منهما فهناك مجهود عظيم بذله المجلس وهناك فائدة عظيمة حصلنا عليها من هذا الكتاب العظيم لكن هناك عيوب كثيرة في كتاب البحار عيوب كثيرة من هذه العيوب أولا موقف المجلس من حديث العترة موقف المجلس من حديث العترة يشكل عيبا كبيرا ألقى بظلاله القاتمة على كتاب البحار قد تقولون كيف ذلك سأبين لكم سأبين لكم في جهتين الجهة الأولى في مقدمة البحار في مقدمة البحار هناك كلام للمجلس يجعل المدقق في كلامه لا يثق بكتاب البحار بحسب المجلس بالنسبة لي فأنا لا أعتمد كلام المجلس ولا أعتمد طريقة الأسانيد أنا أعتمد طريقة القرآن وطريقة العترة في التعامل مع الأخبار لا شأن لي لا بالمجلس ولا بغير المجلس هل أن المجلس أخباري من الأخباريين الذين يقال لمدرستهم المدرسة الأخبارية المحضة أم أنه من الأخباريين الذين يقال لمدرستهم المدرسة الأخبارية غير المحضة أم أنه محدث وقف في المنتصف ما بين الأصوليين والأخباريين كل هذا كل هذا يبدو من بياناته وتعليقاته في بعض البيانات نجده أصوليا وفي بعض البيانات نجده أخباريا محضا وفي بعض البيانات نجده أخباريا من المدرسة الأخبارية غير المحضة وفي بعض الأحيان نجده واقفا في الوسط ما بين الأصوليين والأخباريين إنني أتحدث عن البيانات التي جاءت في شرح الأحاديث المذكورة في كتاب البحار ضيق الوقت هو الذي يجعلني لا أضرب لكم أمثلة من تلك البيانات إذا سنحت فرصة أخرى وإن كنت قد تحدثت عن مثل هذا في برامجي السابقة ولكن إن سنحت فرصة أخرى فإنني سأضرب لكم أمثلة من بيانات المجلس التي توحي بكل هذه المعاني التي أشرت إليها قبل قليل فموقف المجلس من حديث العترة نستطيع أن نتلمسه في مقدمة كتاب البحار هذا هو الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة دقيق النظر في كلام المجلس ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة هذه الكتب التي كانت متداولة في زمان المجلس وما قبله المجلس توفي سنة 1111 هناك من يقول توفي سنة 1110 لا يوجد فارق كبير فهو يتحدث عن الكتب المتداولة في زمانه التي كانت معروفة في الأوساط العلمية الدينية الشيعية ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة هو يتحدث عن تتبعه لكتب أخرى ليست متداولة في الوسط الشيعي لكنها من الكتب الأصول تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية منذ زمان الطوسي إما لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمة الضلال لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمة الضلال فهناك تقية أو لرواج العلوم الباطلة بين الجهال المدعين للفضل والكمال أو لقلة اعتناء جماعة من المتأخرين بها لقلة اعتناء العلماء بها بغض النظر عن كل هذه التفاصيل المجلس يقول في مقدمة كتابه من أن مصادر كتابه البحار الكتب التي كانت متداولة في زمانه وهناك كتب لم تكن متداولة في زمانه ولذلك فإن الذين يضعفون هذا الكتاب يقولون هذه كتب وصل إليها المجلس بطريق الوجادة وجدها وجد كتبا يعني أن الكتب لم تكن متداولة مع أنني لا أريد أن أناقشهم لأن الكتب المتداولة هي الأخرى لم تكن قد وصلت من يد مؤلفها الكتب أتلفت وأحرقت ولذا فإن طريقة النواصب هذه في التعامل مع الكتب من أن الكتاب الذي يكون قد وصل إليه المجلس أو أو وصل إليه أي أحد من طريق الوجادة يكون كتابا ضعيفا هذه طريقة باطلة تتعارض مع منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة ولا أريد أن أناقش هذا الموضوع لكن بحسب ما هو متعارف في الوسط الشيعي فإن مثل هذا الكلام سيؤدي إلى تضعيف كتاب البحار لأن المجلس هكذا يقول مصادر البحار كتب متداولة مشهورة في زمانه وقبل زمانه أيضا وكتب هي في الأصل معتبرة لكنها مهجورة هجرت وتركت فشكل مجموعة للبحث عنها فعثر على الكثير من الكتب وحملوها إليه ونقل أحاديثها وبوابها في كتاب البحار إذن مصادر البحار على نوعين كتب متداولة مشهورة كانت موجودة في زمان المجلس وكتب لم تكن متداولة مشهورة وإن كانت من الأصول المعتبرة لكنها قد هجرت ونسيت وضيعت وضاعت فأخذ المجلس يبحث عنها حتى عثر على كثير منها فجاء بها ووضع أحاديثها في هذا الكتاب فكلامه هنا بحسب ما هو معروف في الأوساط الشيعية العلمية الدينية كلامه هنا يكون مضعفا لكتابه وفي الصفحة الثامنة والأربعين ثم معلم يخاطب القارئ يخاطب المتلقي ثم معلم أن إنما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربع لكونها متواترة مضبوطة أنا لا أريد أن أناقش المجلس في مصطلح التواتر هذا فهل هو يقصد بالتواتر بحسب ما يتبنى ذلك نواصب سقيفة بني ساعد بحسب تعريفهم للتواتر لا ينطبق هذا التعريف على تواتر الكتب الأربع أو بحسب التواتر عند الطوسيين الذين أخذوه من سقيفة بني ساعدة ولكنهم حرفوا فيه وغيروا كذلك لا ينطبق تعريف التواتر عند الطوسيين على الكتب الأربعة أم أن المراد من التواتر هو التواتر المنطقي الذي يدرس في علم المنطق لا ينطبق أيضا على الكتب الأربعة أم أن المراد من التواتر هو المعنى اللغوي والمعنى العرفي من من أنها كتب معروفة مشهورة ذائعة الصيد إذا كان المراد هذا هذا الكلام صحيح أما إذا كان المراد من التواتر ما يذكره سقيفي بني ساعدة عن التواتر لا ينطبق على الكتب الأربعة وما يذكره سقيفي بني طوسي لا ينطبق أيضا على الكتب الأربعة وما يذكر في علم المنطقي من تواتر لا ينطبق أيضا على الكتب الأربعة لكننا إذا أردنا أن نتحدث عن تواتر الكتب الأربعة بحسب المعنى اللغوي بحسب المعنى العرفي فإن الكلام يكون صحيحا ثم أعلم أن إنما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لكونها متواترة مضبوطة لعله لا يجوز السعي في نسخها وتركها وإن احتجنا في بعض الموارد إلى إيراد خبر منها فهذه رموزها الرموز التي وضعها للكتب الأربعة خلاصة قوله يقول من أنه لم يضمن كتاب البحار أحاديث الكتب الأربعة لماذا؟ رعاية وحماية لمنزلة الكتب الأربعة ماذا يعني ذلك؟ المجلس يرى أحاديث الكتب الأربعة أحاديث التي أثبتها في كتاب البحار هذا هو الذي يقصده هل نلوم الطوسيين بعد ذلك حينما يمزقون كتاب البحار إذا كان المؤلف نفسه هو الذي يقول هذا الكلام قطعاً بالنسبة لي لا أعبأ بكلامه هذه أحاديث أهل البيت ليست من تعليفه هو حتى أنظر إلى كلامه بخصوصها غاية ما فعله جمع الأحاديث فليس من صراحيته أن يقول هذا الكلام لتضعيف هذه الأحاديث هو يعتقد بهذا تلك هي عقيدته عقيدته له إذن المشكلة أين المشكلة في موقف المجلس من حديث العترة وهناك ما هو أنكى من ذلك حينما شرح الكتب الأربعة شرح الكافي مثلاً هذا كتابه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول إنه شرح لكتاب الكافي من أوله إلى آخره من بداية الأصول إلى نهاية الروضة هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان هذه الطبعة في أربعة وعشرين جزءاً هذا هو الجزء الأول من مرآة العقول العقول وهذا الجزء الخامس لماذا جئت بالجزء الخامس جئت بالجزء الخامس كي أضرب لكم مثالاً باب مولد الصاحب صلوات الله عليه هذا الباب من أبواب كتاب الحجة وكتاب الحجة يقع في الجزء الأول من الكافي الجزء الأول والجزء الثاني بحسب الطبعة المشهورة للكافي والتي تتألف من ثمانية أجزاء الجزء الأول والجزء الثاني يقال لهما أصول الكافي باب مولد الصاحب من أبواب كتاب الحجة وكتاب الحجة من الكتب التي اجتمل عليها الجزء الأول من أجزاء الكافي الشريف في هذا الباب يوجد واحد وثلاثون حديثاً تدور مضامينها حول مولد إمام زماننا صلوات الله عليه موضوع حساس وحساس جداً موضوع حساس جداً المجلس حينما تناول أحاديث هذا الباب قيم الأحاديث مثل ما فعل مع سائر أحاديث الكافي من أول حديث في الكافي إلى آخر حديث في الكافي المجلس يقيم الحديث هل هو صحيح أم أنه ليس صحيحاً بحسب الأسانيت اعتمد طريقة الأسانيت الحديث الأول ماذا قال عنه ضعيف على المشهور هذا هو الجزء الخامس من مرآة العقول في شرح الكافي للمجلس صفحة 184 الحديث الأول من الباب الذي عنوانه باب مولد الصاحب عليه السلام الحديث الأول ضعيف على المشهور الحديث الثاني مجهول الحديث الثالث مجهول الحديث الرابع صحيح الحديث الخامس مجهول الحديث السادس مجهول الحديث السابع مجهول الحديث الثامن صحيح الحديث التاسع مجهول كالصحيح الحديث العاشر مجهول الحديث الحادي عشر ضعيف الحديث الثاني عشر مجهول الحديث الثالث عشر مجهول الحديث الرابع عشر مجهول الحديث الخامس عشر حسن كالصحيح الحديث السادس عشر مجهول الحديث السابع عشر مجهول الحديث الثامن عشر مجهول الحديث التاسع عشر مجهول الحديث العشرون صحيح الحديث الحادي والعشرون مجهول الحديث الثاني والعشرون مجهول الحديث الثالث والعشرون مجهول الحديث الرابع والعشرون صحيح الحديث الخامس والعشرون صحيح الحديث السادس والعشرون صحيح الحديث السابع والعشرون مجهول الحديث الثامن والعشرون مجهول الحديث التاسع والعشرون صحيح الحديث الثلاثون مجهول الحديث الحادي والثلاثون صحيح واحد وثلاثون حديثا واحد وعشرون حديثا حكم عليها بأنها أحاديث ضعيفة ومجهولة سبعة أحاديث حكم بصحتها ثلاثة أحاديث حكم بأنها قريبة من الصحيح كالصحيح هذا هو موقف المجلس من الكتب الأربعة والأمر نفسه إذا ذهبنا إلى كتاب الفقه وهكذا فله شرح على الكافي وله شرح على الفقه موقفه من الكتب الأربعة هكذا قلت لكم أن المجلس تارة يصبح أصوليا وأخرى أخباريا محضا وأخرى أخباريا غير محض وأخرى يقف في الوسط ما بين الأصولية والأخبارية لا نعرف هويته بالضبط مشهور أنه أخباري من المدرسة الأخبارية غير المحض هذا هو المشهور عنه ولكننا إذا أردنا أن ندقق في كتبه في بياناته في بحار الأنوار أو في شرحه للكافي وغير الكافي من الكتب الأربعة إذن موقف المجلس هو الذي أوجد إشكالا كبيرا في التعامل مع أحاديث البحار قطعا ليست بالنسبة لي بالنسبة لي لا أعبأ بكل هذا الكلام إنني أتعامل مع النصوص وفقا لمنطق القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تردوا خبر الفاسق لا شأن لي بالأسانيد إنني أذهب إلى المتون وأبحث عن القرائن التي تدور حول تلك المتون فيما يرتبط بمصادرها بتعريخها بلغتها ببلاغتها وما يرتبط بمضمونها الذي يأتي موافقا لحقائق القرآن أو لحقائق حديث العترة الذي أقطع بأنه حديث العترة فلا شأن لي بكل هذا الهراء وأنا هنا لا أحدثكم عن منهجي في التعامل مع الحديث وإنما أعرض لكم ماذا جرى على حديث أهل البيت حتى الذين يؤمنون بحديث أهل البيت ويدافعون عنه وهم الذين بذلوا الجهود العظيمة في جمعه كالمجلس هموا هموا صنعوا ما صنعوا من المشاكل والعوائق التي كانت سببا في صناعة الوسائل لتدمير منظومة حديث أهل البيت بحار الأنوار كتاب يشتمل على معارف أهل البيت إنني أتحدث عن حديث العترة فيه لا أتحدث عن هراء النواصب أو عن هراء مراجع البيت الشيعة الطوسي فهناك الكثير من الهراء في البحار إما أن يعود إلى سقيفة بني ساعدة وإما أن يعود إلى سقيفة بني طوسي إنما أتحدث عن أحاديث أهل البيت أحاديث أهل البيت أحاديث العترة التي جمعت في بحار الأنوار تمثل معارف أهل البيت هذه الأحاديث صحيحة ربما تعرضت للتحريف أو التصحيف هذا أمر موجود حتى في الكتب الأربعة وموجود في كل المكتبة الشيعية وموجود في كل المكتبة السنية وموجود في كل المكتبة المسيحية واليهودية بل في كل مكتبات العالم مسألة التحريف والتصحيف والتزييف والتغيير والتبديل ظاهرة موجودة في كل مكتبات العالم منذ الزمن القديم وإلى يومنا هذا لا شأن لنا بالآخرين حديثنا في أجوائنا أشيعية إنني حين أحدثكم هنا أحدثكم عن الذي جرى على منظومة حديث أهل البيت وهذا موضوع واسع لكنني سأجمل لكم الكلام فيه بقدر ما أستطيع نذهب إلى فاصل بحسب المجلس في مقدمة البحار فهو قد ذكر من أن البحار نقلت عن كتب متداولة في عصر المجلس وعن كتب مهجورة عثر عليها بطريق الوجادة وهذا يضعف الكتاب بحسب الأجواء الطوسية وأضاف إلى أنه لم يثبت أحاديث الكتب الأربعة لخصوصية الكتب الأربعة وهو بذلك يعلن أن أحاديث البحار في الوثاقة دون أحاديث الكتب الأربعة بينما هذا الكلام ليس صحيحا وبحسب منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة فإن الأمر ليس كذلك والذي زاد الأمر سوءا أن المجلس حينما شرح الكتب الأربعة ذهب إليها فضعف الكثير من أحاديثها وهذا الكافي على سبيل المثال المجلس وثق لنا من أحاديث باب مولد الصاحب صلوات الله وسلامه عليه وثق لنا سبعة من الأحاديث حكم بصحتها وثق ثلاثة أخرى حكم بأنها كالصحيح قطعا هذا على مستوى معين من مستويات التقييم وإلا إذا رجعنا إلى الخوء مثلا أو إلى محمد باقر الصدر أو إلى السستاني وسائر المراجع المعاصرين فإن أحاديث باب مولد الصاحب لا يثبت منها شيء بحسب مناهج هؤلاء ربما ثبت حديث واحد فيه إشارة إلى ولادة صاحب الأمر وربما لم يثبت بحسب منهج الخوء محمد باقر الصدر السستاني وغيرهم وأنا لا أريد أن أناقش هذه الأقوال ولا أريد أن أناقش المجلس أيضا إنما هو عرض للذي جرى على حديث أهل البيت وهأني أخذ المجلس الذي جمع حديث أهل البيت هكذا يفعل أية بلية هذه أية بلية هذه أية بلية هذه وأية ظلامة لحديث العترة هذه إذا كان هؤلاء الذين هم الأقرب الأقرب إلى حديث أهل البيت يفعلون هذا فماذا نقول عن أولئك البعداء أشير إلى الطوسيين الأصوليين اللعناء فماذا سيفعلون مثلما قلت لكم المجلس في باب مولد الصاحب صحح سبعة من الأحاديث وأضاف إليها ثلاثة من الأحاديث جعلها كالصحيح أما عند الأصوليين فلا يثبت شيء من ذلك أعود إلى كتاب البحار المجلس جمع أحاديث العترة وبوابها لكنه بوابها بحسب ما هو شائع في التبويب وما هو شائع في التبويب ليس منسجما مع مذاق العترة الطاهرة أأخذ لكم مثالا حينما جاء إلى باب النبوة فبواب باب النبوة تبويبا تأريخيا فابتدأ من أبينا آدم وتسلسل حتى وصل إلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وأهله وهذا هو التبويب المعروف عند نواصب سقيفة بني ساعد هذا هذا التبويب لا يوجد في القرآن ولا يوجد في حديث العترة فإذا كنا بصدد جمع حديث العترة الطاهرة ونحن نريد أن نعرض حقائق دين العترة الطاهرة علينا أن نلتزم بمذاقهم وبطريقتهم إذا رجعنا إلى القرآن فإن القرآن لا يذكر أزمنة ولا أمكنة للأنبياء القرآن حين يتحدث عن الأنبياء فإنه لا يشير إلى أزمنتهم ولا يشير إلى أمكنتهم وإذا ما ذكرت أمكنة بعض الأنبياء فلأن ذكر المكان له علاقة بالصورة التي ينقلها القرآن فالقرآن لم يتحدث عن الأزمنة والأمكنة وإذا ما كان هناك من إشارة إلى زمان أو مكان لأن الإشارة هذه تتعلق بتفصيل الصورة التي يريد القرآن أن يعرضها يفترض أن باب النبوة يبدأ بنبينا وبعد نبينا يأتي أمير المؤمنين وهكذا الأئمة وأما سائر الأنبياء من أبينا آدم إلى بقية الأنبياء فإنهم يلحقون في أبواب الشيعة فهم من شيعة محمد وآل محمد فيلحقون في أبواب الشيعة هذا هو دين العترة هذا مثال مثال أنا لست بصدد مناقشة تبويبي وفهرسة البحار لكنني ضربت لكم مثالا المجلس في كل باب من الأبواب يبدأ بآيات من الكتاب الكريم ترتبط بموضوع ذلك الكتاب بموضوع ذلك الباب ثم ينقل كثيرا من كتب النواصط من كتب التفسير من كتب السيرة من كتب الكلام وهذا شيء يتعارض مع منهج أهل البيت من الآخر أنا لا أريد أن أجعل الحلقة مخصصة للحديث عن بحار الأنوار من الآخر بحار الأنوار فيه الكثير من هراء سقيفة بني ساعدة وفيه الكثير من هراء سقيفة بني طوس وهراء السقيفتين ضلال ضلال محض وجهالة محضة وقذارة محضة ولذا فإن الذي يريد أن يدرك معارف أهل البيت من حديثهم الذي جمع في البحار عليه أن يتجاوز ضلال السقيفتين عليه أن لا يعتمد على ضلال السقيفتين أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي وضلال السقيفة بني طوسي أخطر لماذا؟ لأن ضلال المراجع الطوسيين يذكر بعد الأحاديث في شرح الأحاديث وهم جهال حمير لا يفقهون شيئا لذا فإننا في مشروع موسوعة كلامكم نور حذفنا كل ذلك حينما أثبتنا أحاديث البحار في تلك الموسوعة أتمنى أن نوفق لإتمامها وأن ننجح في ذلك فحذفنا هراء السقيفتين بشكل كامل قذارات الطوسيين أقبحوا وأقذروا من قذارات السقيفة بني ساعد بحار الأنوار مشحون بقذارات الطوسيين ومشحون بقذارات السقيفة بني ساعد أما أحاديث أهل البيت فهي هي أحاديث الحقائق والمعارف وجاهل وجهول هذا الذي يتصور أن أحاديث البحار في المنزلة دون أحاديث الكتب الأربعة هذه معلومات جاهزة قدمت لنا ووضعت في رؤوسنا من هؤلاء السفلة الشياطين الذين يقال لهم المراجع من هؤلاء زبدة القول زبدة القول في هذا السؤال هل المجلس ألف بحار الأنوار وفقا للطريقة التي يريدها أهل البيت أجيبوا وبلسان قاطع كلا كلا المجلس لم يؤلف بحار الأنوار وفقا للطريقة التي يريدها أهل البيت قد تقولون وما هي الطريقة التي يريدها أهل البيت أقول لكم هذا الكافي الجزء الأول للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة التاسعة والثمانين باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب إنه الحديث الثاني بسند الكلين عن ابن أبي يعفور ابن أبي يعفور كان حاضرا في مجلس إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سأل الإمام الصادق عن اختلاف الحديث هو يقول ابن أبي يعفور وهو من الشخصيات الشعية المروقة ابن أبي يعفور يقول سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به تأتينا الأحاديث عنكم من طريق رواة البعض منهم نحن نثق بهم والبعض لا نثق بهم سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به فماذا قال الصادق لابن أبي يعفور إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله من قول رسول الله الذي تقطعون بأنه قول رسول الله من قول رسول الله ومن قول آل رسول الله حديث حديث أبي وحديث أبي حديث جدي إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أو لا به أكنتم تثقون به أم كنتم لا تثقون به القضية ليست في ناقل الخبر القضية في متن الخبر المجلس لم يتعامل مع حديث أهل البيت بهذه الطريقة ولذا فإنه قال ما قال في مقدمة البحار مما يشعر بتضعيف أحاديث البحار وفعل ما فعل في شرحه للكافي وغير الكافي من تضعيف أحاديث الكتب الأربع والتي بحسب مقدمة البحار جعلها في منزلة أعلى من أحاديث البحار نفسه فالمجلس إذن لم يؤلف البحار بحسب ما يريد أهل البيت وكذلك أيضا في الصفحة الخمسين إنه الحديث السادس من الباب الذي عنوانه باب صفة العلم باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء الحديث السادس بسنده بسند الكلين عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى النواصب فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم ماذا فعل المجلس جاء بكل قذارات النواصب من كتب تفسيرهم ومن كتب حديثهم ومن كتب عقائدهم وأودعها في بحار الأنوار فهذا الكتاب لم يؤلف وفقا لمذاق أهل البيت أحاديث أهل البيت موجودة في البحار وقلت في بداية كلامي ما قام به المجلس من جمع لأحاديث أهل البيت كان جهدا عظيمة وقلت في بداية حديثي من أن منفعة كتاب البحار منفعة عظيمة لا تستطيع الكلمات أن تصفها وأن تضع لها حدودا كتاب البحار محل لأحاديث العترة وأحاديث العترة في كتاب البحار تمثل معارف أهل البيت تمثل ثقافة أهل البيت المشكلة ليست في أحاديث البحار المشكلة في صاحب البحار هو الذي أثار الإشكالات على أحاديث البحار المشكلة في الطريقة التي ألف المجلس وفقا لها كتاب البحار إنها تخالف مذاق أهل البيت مذاق أهل البيت اللا نعبأ بالأسانيد اللا نعبأ بالأسانيد لبس بذكرها لكنها لا تمثل أساسا ولا قاعدة ولا أصلا في قبول حديث أهل البيت أو في عدم قبوله أتحدث عن الحديث الذي ينقل لنا عن أهل البيت وإلا إذا كان الحديث نعرفه حديث أهل البيت كيف أقول نقبله أو لا نقبله إذا كان الحديث معروفا فهو حديث نقطع به ونعتقد به ونعمل على أساسه إلا إذا كان الأئمة لا يريدون مننا أن نعمل بتلك الأحاديث لأنها جاءت بلسان التقية أو بلسان المدارات بحسب التفاصيل التي بيّنها لنا أئمتنا في قواعد التعامل مع حديثهم الشريف المجلس لم يتعامل مع حديث أهل البيت وفقا لمنهج الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أننا لا نعبأ بناقل الخبر ولم يتعامل مع حديث أهل البيت وفقا لهذا المنهج يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه والذي هو فقه العترة احتاج إليهم احتاج إلى النواصب فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم وهذا هو الذي جرى على المجلس فإنه تعامل مع حديث أهل البيت بطريقة النواصب هذه الطريقة التي يتعامل بها المراجع الطوسيون ومن هنا فإنني أصر على أن المجلسية طوسيون طوسيون مع عظيم الخدمة التي قدمها لحديث أهل البيت صلوات الله عليه إذن هناك طريقة يريدها أهل البيت مننا أن نعمل بها إذا أردنا أن نجمع حديثهم لو سألتموني هل هناك من كتاب أولف بهذه الطريقة بحدود معلوماتي أقول لكم لا يوجد كتاب مثل هذا ما تقوم به مؤسسة القمار بخصوص موسوعة كلامكم نور تحاول أن تنفذ برنامج أهل البيت في جمع الحديث إنها محاولة ولا ندري هل ننجح في ذلك أو أننا لا ننجح نذهب إلى فاصل وفي السياق نفسه وأنا أتحدث عن بحار الأنوار عوالم العلوم لعبد الله البحراني عبد الله البحراني من تلامذة المجلس وكان مشاركا في تأليف البحار وقد بذل جهدا كبيرا في جمع الأحاديث من مصادرها هناك مجموعة من العلماء شاركوا المجلس في تأليف البحار على سبيل المثال عبد الله البحراني الذي ألف عوالم العلوم وكذلك نعمة الله الجزائري من تلامذة المجلس أيضا وشارك المجلس في تأليف البحار وكذلك عبد الله أفندي الإصفهاني الذي له كتاب معروف في تراجم العلماء رياض العلماء وحياض الفضلاء كتاب معروف جدا وهو الذي جمع الصحيفة السجادية الثالثة الصحيفة السجادية الثانية جمعها الحر العامل صاحب الوسائل الصحيفة السجادية الثالثة جمعها عبد الله أفندي الإصفهاني أجزاء البحار التي كتبت بخط جميل كتبها هو كان خطه جميلا في النسخ المخطوطة القديمة الأصلية لبحار الأنوار على أي حال أعود إلى عبد الله البحراني الذي ألف عوالم العلوم عوالم العلوم مستدرك على البحار هو البحار بنفسه ولكنه أعاد تبويبه بطريقة جديدة وأضاف إلى أحاديث البحار ما وجده من الأحاديث بعد أن تم تأليف البحار لأن المجلس حينما جمع الكتب والمصادر جمع ما استطاع أن يجمعه ووضع كل ذلك في البحار وتم تأليفه وتوفي المجلس عبد الله البحراني توفي بعد المجلس فألف العوالم 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 ليس متوفراً الآن بكله طبع كثير من أجزائه لكنه إلى الآن لم يطبع كتاب العوالم أكبر من كتاب البحار ترتيبه يختلف عن ترتيب البحار وهناك روايات أضافها عبد الله البحراني لم تكن موجودة في البحار مؤسسة الإمام المهدي عثرت على النسخ القديمة للعوالم وطبعتها طباعة حديثة لكنها اشتبهت اشتبهت اشتباها كبيراً حينما استدركت على كتاب العوالم بالكثير من أحاديث كتب المخالفين كان يفترض على تلك المؤسسة أن تجعل تلك الأحاديثة في أجزاء ملحقة بكتاب العوالم إذا كانوا يريدون أن يفعلوا هذا وتبقى معنونة بأنها أحاديث المخالفين لكن أن يؤتى بأحاديث المخالفين وأن توضع ضمن الأجزاء التي ألفها عبد الله البحراني ويتغير عنوان الكتاب عوالم العلوم مع استدراكاتها مع المستدركات هذا اشتباه كبير هذا الاشتباه سيضلل الكثيرين حينما يعودون إلى الأحاديث ويخبطون ويخلطون بين الأحاديث وهذه مشكلة عويصة قطعاً هم فعلوا ذلك بحسن نية لكنه جهل جهل إنه الجهل الذي يخيم على الواقع الطوسي على الحوزة الطوسية وعلى المؤسسات الطوسية التي تريد خدمة أهل البيت لكنها تنطلق من الواقع الطوسي القذر دون أن تكون ملتفتة من أنها ليست على دين العترة إنما هي على المذهب الطوسي النجس مشكلة كبيرة هذه في الواقع الشيعي ولا أعتقد أن الشيعة سيتخلصون منها لأن المراجع الأنذال في النجف وكربلاء سيبذلون قصارى جهدهم كي يحولوا فيما بين الشيعة وبين هذه الحقائق التي تبث عبر قناة القمر الفضائية وسيفعلون كل ما بوسعهم لأجل تضليل الشيعة وتجهيلهم وتثويلهم واستحمارهم بنحو يكون أكثر مما هم مستحمرون الآن الشيعة مستحمرون من قبل مراجع حوزة النجف وكربلاء وهم فرحون بهذا الاستحمار هنيئا لهم هنيئا لهم باستحمارهم من قبل مراجعهم العظام أنتقلوا إلى تطبيق خامس البهبودي وما أدراك من البهبودي محمد باقر البهبودي لقد سن سنة سيئة ولقد قبح سيرته بقبيحة لا تماثلها قبيحة حينما عمد إلى الكافي وإلى الفقيه فذبح أحاديث الكافي من الوريد إلى الوريد في كتاب عنونه صحيح الكافي من الذي خولك أن تفعل بكتاب الكلين هذا الذي خولك هو الشيطان والذي خولك يا أيها البهبودي المنهج الطوسي الأنصاري نسبة إلى مرتضى الأنصار الخوئي القذر هذا المنهج القذر هو الذي خولك فدمرت أحاديث العترة في كتاب الكافي في الحلقة الماضية حينما كان يتحدث ألوائلي عن كتاب الكافي ومن أن هناك من نقح الكافي يشير إلى هذا يشير إلى محمد باقر البهبودي كتاب الكافي يقع بحسب الطبعة المعروفة في ثمانية أجزاء وإنها أجزاء كبيرة جعلها محمد باقر البهبودي في ثلاثة أجزاء هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني وهذا الجزء الثالث أحاديث الكافي تتجاوز الستة عشر ألف حديثاً قد يحصيها البعض ستعاش ألف مية وتسعة وتسعين حديث لأن هناك أحاديث متداخلة بعض الأحاديث قد يعطى لها رقم واحد وهي عبارة عن عدة أحاديث متداخلة على أي حال ليس مهماً أن أدخل في هذه التفاصيل الصغيرة فعدد أحاديث الكافي في النسخة المشورة المعروفة المتداولة في المكتبة الشيعية عدد الأحاديث أكثر أكثر من ستة عشر ألف حديث وقلت فإن البعض يعدها ستعاش ألف مية وتسعة وتسعين وربما البعض جعلها أكثر من ذلك بقليل في صحيح الكافي للبهبود جعل الأحاديث أربعة آلاف أربعمية وثمانية وعشرين هذا الكافي الذي هو زبدة أحاديث العترة ستعاش ألف وميتين حديث حولها إلى أربعة آلاف أربعمية وثمانية وعشرين البهبود اعتمد منهج الخوي وبالمناسبة فإن منهج السستاني أسوأ بكثير من منهج الخوي يعني أن البهبود إذا أراد أن يطبق منهج السستاني فإن الأحاديث ستكون أقل وأقل بكثير من هذا الذي أثبته في كتابه الصحيح تصوروا معي ستعاش ألف وميتين حديث هي جواهر أحاديث العترة تذبح من الوريد إلى الوريد كي تتحول إلى أربعة آلاف أربعمية وثمانية وعشرين أأخذ لكم على سبيل المثال هذا في الجزء الأول أحاديث كتاب الحجة كتاب الحجة في الكافي هو كتاب الإمامة الكتاب الكتاب الذي جمع فيه الكلين الأحاديث التي ترتبط بمعرفة محمد وآل محمد عدد الأحاديث التي أوردها الكلين واعتذر عن قلتها في مقدمة الكتاب اعتذر عن قلة الأحاديث التي أوردها وتمنى أن يفرد في قادم الأيام كتابا في موضوع الحجة يكون مفصلا هكذا ذكر في مقدمة الكافي عدد الأحاديث التي ذكرها الكلين في كتاب الحجة ألف واثنعش حديث ألف واثنعش حديث أتعلمون كم أثبت منها البهبودي أثبت حديثا صحيحا مية وواحد مية وواحد رواية من مجموع ألف واثنعش رواية من أهم روايات معارف أهل البيت قصفها قصفا لم يبق من تلك الأحاديث شيئا من مجموع ألف واثنعش رواية أبقى مية وواحد رواية هذا ما يرتبط بكتاب الحجة في الجزء الأول هذا الجزء الثامن والذي يعرف بكتاب الروضة الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات عدد الأحاديث خمسمية وسبعة وتسعين أحاديث الجزء الثامن هذه الأحاديث تشكل الخارطة الخارطة الكاملة لثقافة العترة الطاهرة فيما يرتبط بقراءة التأريخ في الماضي والحاضر والمستقبل وما يرتبط بفهم الحياة هذا الجزء الثامن من الكافي لو كنت أنا الذي أضع له عنوانا لأسميته بمدرسة الحياة مدرسة الحياة الجزء الثامن من الكافي مدرسة الحياة خمسمية وسبعة وتسعين حديث ماذا أبقى منها البهبودي البهبودي أثبت منها أربعة وسبعين حديثا فقط من مجموع خمسمية وسبعة وتسعين أثبت أربعة وسبعين حديثا ماذا أقول للبهبودي وماذا أقول لمنهج الخوء والأنصار والطوس ماذا أقول لهؤلاء هذا هو الذي أقصده حينما أتحدث في هذا العنوان مشاريع مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجعي قطعا الكلام لا ينتهي في هذه الحلقة مع أنني أحاول الإيجازة والاختصارة بقدر ما أستطيع نذهب إلى فاصل ذاك ما فعله محمد باقر البهبودي مع الكافي وماذا فعل مع الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة هذا هو الجزء الرابع من كتاب الفقيه لأجل أن أقرأ عليكم عدد الأحاديث التي أثبتها الصدوق في كتابه الفقيه 5923 هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة هذا هو الجزء الرابع صفحة 420 آخر حديث هذا رقمه 5923 البهبود البهبود ماذا فعل في هذا الكتاب كتاب الفقيه يتألف من أربعة أجزاء جعله البهبود جزءاً جزءاً واحداً عنوانه صحيح من لا يحضره الفقيه كم أثبت من الأحاديث 1642 كم كان عدد الأحاديث 5923 من 5923 أثبت 1642 حديثاً هذه هي الأحاديث الصحيحة في كتاب الفقيه إذا ما جمعنا هذا الكلام مع كلام المجلس مع سائر التفاصيل التي مرت كلما مر الزمان وتقادم الوقت كلما ما تلاشت أحاديث أهل البيت حينما أقول تلاشت أحاديث أهل البيت لا أنها لن تكون موجودة في الكتب وإنما تتلاشى قيمتها فما فائدة وجودها في الكتب والكتب موجودة في رفوف المكتبات لكن قيمتها لا تعد بشيء وهذا هو الذي يجري في الواقع الحوزوي الطوسي هذا هو الذي يجري كتب الحديث تطبع مؤسسات يقال عنها من أنها مؤسسات تحقيق وهي مؤسسات بطيخ لا تحقيق ولا هم يحزنون مؤسسات تطبع الكتب والكتب توزع في الأسواق والناس قد تشتري هذه الكتب لكن قيمة حديث أهل البيت تتلاشى هذا كتاب آخر كتب البهبود فإذا كان البهبود ذبح أحاديث الكافي وأحاديث الفقيه فهذا أحمد بحسب ما هو مكتوب أحمد ابن عبد الجبار السمين وهذه الطبعة طبعة دار المحجة البيضاء بيروت لبنان عنوان الكتاب الأحاديث المعتبرة من أصول الكافي بمحورية المباني الرجالية للإمام السيد أبو القاسم الخوعي مقلنا لكم الخوعي بطل رأيه في معجم رجال الحديث أراد أن يغير قطعا نحو الأسوأ كبول البعير كالخراء المتجمع في كنيف المراحيط لعدة سنوات يتعفن أكثر وأكثر هذا هو حال مراجعنا العظام الموجود في كتابه معجم رجال الحديث لا يعد صحيحا بنظر الخوعي الكتاب بحاجة إلى تصحيح لكن الحاشية منعوه مر هذا الكلام علينا على أي حال ألا تلاحظون أن المسخرة تكون مسخرة مركبة في الواقع الشيئي المؤلف نفسه لا يرى صحة كتابه وهؤلاء يؤلفون الكتب وفقا لما يقوله المؤلف الذي لا يعتقد صحة كتابه ويدمرون أحاديث أهل البيت الأحاديث المعتبرة من أصول الكافي بمحورية المباني الرجالية القندرائية للإمام السيد أبو القاسم الخوعي الطبعة الأولى الفين واثنين وعشرين ميلادي آخر حديث أثبته آخر حديث أثبته برقم 1473 إنه أخذ أحاديث الجزء الأول والثاني من الكافي إنها أحاديث العقائد والمعارف والأخلاق والسلوك هذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة طهران إيران آخر حديث رقمه 3787 3787 ماذا أخذ أخذ منها وماذا حذف منها أخذ منها وأثبته من الأحاديث المعتبرة 1473 باقي الأحاديث ليست معتبرة تدمير هذا للدين أو هو ليس بتدمير ماذا تقولون أنتم هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي منذ سنة 448 بعد أن أحرقت الكتب الشيعية وألفت بعد ذلك في حوزة الشيطان في حوزة النجف بطريقة محرفة وبدأت عمليات التدمير وهناك تدمير ليس مقصودا كتدمير المجلس للأحادي وقد بينت لكم ما بينت قبل قليل وإن كان بنحو موجز لو كنت أريد الدخول في التفاصيل فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات هذه نماذج بين أيديكم هذا كتاب جديد والكتب ستترى وتترى وتترى على هذا المنوال إنه التدمير والتحريف والتزييف قد يقول قائل هؤلاء فقط حذف الأحاديث لم يحرف ولم يزيف حينما يحذفون الأحاديث فإن الأحاديث التي عدها صحيحة أو معتبرة ستكون معانيها منقوصة من دون الأحاديث التي حذفت وهذا هو أخطر أنواع التحريف والتزييف في معارف العترة الطاهرة التحريف والتزييف ليس بالضرورة أن نأتي إلى الكلمة كي نحرفها أو نأتي إلى الحديث كي نرفع جزءا من الحديث ونأتي بكلام ليس من الحديث كي نلحقه بالحديث هذا في زماننا لا يمكن أن يحدث بسبب انتشار الكتب وبسبب سهولة التحقيق وبسبب القدرات المتوفرة لأجل أن يستكشف الإنسان الحقائق فلن يفعل هذا ولو فعل قد يكون على مستوى كلمة حرف لكن التحريف والتزييف الأخطر حينما نأتي إلى موضوع في هذا الموضوع مئة حديث مئة حديث يكمل بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا نأتي فنقوم بحث تسعين حديثا ونبقي عشرة أحاديث هذا أخطر بكثير من تزييف بعض الجمل أو تغيير بعض الكلمات هذا قضاء نهائي على معارف أهل البيت وهذا هو الذي يفعله البهبود ويفعله هذا السمين وغير هؤلاء لكن الذي فتح الباب لهم الطوسي وجاء من بعده ابن إدريس ابن إدريس ينتقد الطوسي لكنه فتح بابا لتضعيف الأحاديث واسعا ومن بعد ابن إدريس جاء المحقق الحلي ومن بعد المحقق الحلي جاء العلامة الحلي ومن بعده ولده ومن بعد ولده جاء الشهيد الأول والشهيد الثاني والبقية الذين ساروا على هذا المنهج حتى وصلنا إلى مرتضاء الأنصار إلى الأسوأ عبر هذه السلسلة وتسلسل الأمر إلى أن وصلنا إلى البروجرد والخوئ حتى وقفنا عند السيستان عند أسوأ منهج في التعامل مع حديث العترة الطاهرة الحكاية طويلة وطويلة جدا لكنني أذكركم بالعنوان عنواننا والذي سأكمل الحديث بخصوصه في الحلقة القادمة مشاريع التدمير والتحريف والتزييف بقصد حسن أو بقصد سيء لا أبالي بالمقاصد والنوايا لست مسؤولا عن ذلك إنني أتحدث عن الحقائق والوقائع على الأرض مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجعي ترجمة نانسي قنقر